بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألت عن شيء بعدها فلا تصعبني قد بلغد من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا آتيا أهل غريتين استطعما أهلها فأبوا أن يضيهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال له جيت لتخزت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السبينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سبينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما دغيانا وكفرا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لأغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن زي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الغض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ثور في عين حمية ووجد عين فهقوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما متتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرض إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزان الخسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا أجوج مفسدين في الغض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتردنا بعضهم يوميذ يموت في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا واعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في قطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين نزرا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يخسرون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنا فدى البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلي أنما إله منه وحدا فمن كان يردو لقاء ربه فليعمل عمرا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني يهان العزب مني واشتعل الرأس شيما ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي أمي ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وديا يارثني ويرث من آرياق واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك لغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لغلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر اعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك منه قبل ولم تب شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تبلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ننسبحوا مقرة وعشيا يا يحيا خذي الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صفيا وحنانا من لدن وسكاته وكان تقيا وفضوا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعد حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما نرسل ربك ليهب لك غلاما سكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربكه علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض لا جزع النخلة قالت يا ليتني منت قبل هذا وقنت نسيا منسيا فنادها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقريعنا فإما درئن من البشر أحدا فقولي إني لدأت للرحمن صوما فلم نكلم اليوم يسيا فآتت به قومها تحمله وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارنا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صديا قال إني أعبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولد ويوم أمود ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي ربهم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا بهم مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحصرة إذ قذي الأمرهم بغفرة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأوظم عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال ليبيه آبتي لماذا عبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يابة إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يابة لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يابة يخاف إني وسك عذاب من الرحمن وتكون للشيطان وليا قال راغبنا اندعنا لهديا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرهمنك واهدوني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا وأعتزلكم وما تدعون من ذن الله وأدعوا ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما عتزلهم وما يعبدون منه ظل الله وهبنا له إصحاق ويعقب كلما جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من وجانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا خاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صدق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله الصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب دليس إنه كان صدقا نبيا ورفعناه مكان عليا أولئك الذين أنعنا الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجد بين إذا تطلع عليهم آياته وإحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعد مخلقون أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يزلمون شيئا جنة عدن الذي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأذيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات اللغض وما بينهما فاعبده واصطبي لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إلا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشر عنهم الشياطين ثم لنحضر عنهم حول جهد النمجفيا ثم لننزعن من كل شيعة أنيهم أشد على الرحمن عديا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم اللواردها كان على ربك حتما مما قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في هدتيا وإذا تتلع عليهم ما يدن بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نليا وكم أهلكنا قولهم من قولهم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعذون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدايا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مدا وولدا أطلع الغيباب اتخذ عند الرحمن عهدا ألا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونريته ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من ذون الله آلية ليكونوا لهم عزا فلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى النار سلن شياطين على الكافرين دأوزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذرهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن واخدا ونسوق المجريمين إلى جهنم وردا لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن وردا لقد جيتم شيئا إجدا تكاد السماوات يتفضون منه وتنشق الأرض وتغر الجبال هتا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به الوتقين وتنذر به قوما لدا وكم نهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن وعلى العرش استوى لهما في السماوات وما في الغض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهض بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لولا اسماء الحسنى وهل أتاك عديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنستنا رسل علي آذيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما تهى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا نفعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آذيتنك تخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتمع هواه وتغدى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنغياك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه تغى قال رب اشرح لي صدري واسري لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اقشدد به أزري وأشركه في يمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد أوت إلى سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِي قد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدوه لي وعدوه الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي يخدك فتقول هل أدلهم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي تحرعنها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتنا فلبست سرنا في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي ذهب أن تواخوك بآياتي ولا تنيا في ذكره اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يضغى قال لا تخاف إن لمعاكم أسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إننا قد وحيلنا أن العذاب على من كذ وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خشقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عيد ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم بها سولا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به يزواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعمكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذبوا أبا قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخرجه نحن ولا أنك مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس دحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم متى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسحدكم بعذابا وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا لساحراني إلىني أن يخرجاكم من أرضيكم بسحيما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمع كيدهم هم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا بيدا حبالهم وعصيهم يخيل ليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبرا آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا شد عذابا وأبقى قالوا لن أثر على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما انبقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطينا وما ترهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له درجات العلا جنات عدن تجري من تحت لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى نسري من عبادي فأضريب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف درقا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وأضل فرعون القومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب يضل الأيمن ونزلنا عليكم المن وسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدغوا فيه فيحل عليهم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تبى وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى وَلَهُمْ أُلَاءِ عَلَاثَرِ وَعَجْلُتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِذَرْضَى وَلَفَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاطَلَّهُمُ السَّامِرِي فرجع موسى إلى قومه غضبا ناسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أمرت من يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزرا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إله 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 موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليه قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبري يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن واتبعوني واطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيت ضلوا لا تتبعني أفع صيد أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سمي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبزت قوضة من أثر الرسول فنبزتها وكذلك سورت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقولا لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسبنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آذيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق بالصور ونحشر المدرمين يومئذ مزرقا يتخافتون بينهم اللبهتم اللعشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بهتملا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي على عوج له وخشعد الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاع ضلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلبا ولا يحيطون به علما وعند الوجوه للحي الغيوم وقد خاب من حبل ذلما ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخاف ذلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي سدني عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسابا فقلنا يا آدم إن هذا عدول لك ولسوجك فلا يخرج أنك ما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه شيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله بلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصبان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض معدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكي فإن له معيشة ضنكا ونحشوه يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تدك آياتنا فنسيدها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من نصرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخر ودأشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشونا في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبع على ما يقول وسبح لحمد ربك قبل دلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد أنع لي قلام ما اتعنا به أزوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة يصطفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بين دمى في الصحب الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا رولا وصلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السووي ومن اهتدى ترجمة نانسي قنقر